ما بين تحرير سعر الصرف واتفاق الصندوق والحزمة الاجتماعية ماذا يحدث في الاقتصاد المصري الحقيقة أنه كل هذه إجراءات مهمة وهي حديث المصريين لأنها تمس حياتهم وتمس مستقبلهم هنحاول نشرح هذه الإجراءات اللي هي خطوة مهمة في طريق الإصلاح لكنها وحدها ودائما بنقول لكنها وحدها لن تصلح المصار نحتاج لإجراءات أخرى موازية من الحكومة لتوسيع مصادر النقد الأجنبي من الاستثمار والتصدير وخلافه وهو ما تسعى الحكومة الآن جاهدة عليه طبعا كنا نتوقع كل هذه الإجراءات مع ارتفاع معدل التضخم الأزمة الاقتصادية العالمية أزمة النقد الأجنبي في مصر ومشكلات القطاع الخاص ومصار إصلاح الاقتصاد وإصلاح أيضا السياسة النقدية كل ده مرتبط ببعضه سلسلة متشابكة اتكلمنا عنها كثيرا وتوقعنا أن تكون هذه الأحداث عبر اليومين اللي فاتوا خلينا نشوف أولا ماذا حدث ونبتدي بسعر الصرف سعر الصرف تم تحريره أو كما قال بيان البنك المركزي أنه سيعكس قيمة الجنيه مقابل العملات الأجنبية بواسطة قوى العرض والطلب في إطار نظام سعر صرف مرين ده بيان المركزي يعني إيه؟ يعني طبقا لهذا البيان لا تثبيت لسعر العملة لا دعم لسعر الجنيه أمام الدولار أو العملات الأخرى باستخدام الاحتياطي النقدي وده الحقيقة النظام المعمول به في العالم أجمع وده اللي كل الاقتصاديين كانوا بيطلبوا به عدم إهدار الاحتياطي النقدي ودعم العملة الاحتياطي النقدي ده بيكون الأمور الأهم لشراء السلع لسداد المديونيات لأمور أخرى مش لدعم العملة حصل إيه للدولار لما صدر بيان البنك المركزي ببساطة ارتفع طبعا ودي كانت أمور متوقعة مع تعاملات يوم الخميس ليكسر حاجز الثلاثة وعشرين جنيه وده كان بالفعل سعر التعاملات وسعر التسعير تسعير السلع في السوق إيه اللي هيحصل بعد كده؟ دايما الناس بتسأل حيزيت حيقل هيحصل له إيه؟ هيحصل له تزبزبات طبعا متوقع التزبزبات وده شيء طبيعي ولكن المهم إنه هو سيكون طبقا لآليات العرض والطلب وده هنتابعه في الأيام المخبلة محدش يقدر يعرف يقول والله الدولار هيبقى بكذا والجنيه هيبقى بكذا محدش يقدر يقول ده هنشوف إمتى يصل لحل الاستقرار وده هيبان خلال الفترة يمكن الأسابيع المقبلة